المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على الرغم من وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن والذي أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة عدد من الجرحى من بين أفراد قوة الواجب البحرينية جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت الصباح اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأعرب عن خلص تعازيه ومواساته لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين ولعائلات الشهداء الأبطال سائلنا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وفي موضوع منفصل السنكر المجلس اقدام مجموعات متطرفة على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي الهولندية مشددا على ضرورة العمل الجاد والحازم للوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الآثمة والاعتداءات الاستفزازية البغيطة إلى ذلك هنى المجلس المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني السعودي مشيدا بما حققته المملكة الشقيقة من منجزات كبيرة في مختلف مجالات التنمية كما أدنى المجلس الاقتحام الآثم للمسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعة من المتطرفين بحماية من قوات الشرطة الإسرائيلية بما يعد استمرارا للأعمال التصعيدية والاستفزازية لمشاعر المسلمين وعرب عن خالص التعازيه ومواساته لضحايا الزلزال المدمر في المملكة المغربية الشقيقة وضحايا الفيضانات والسيول في دولة ليبيا وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى مناطقهم سالمين ترجمة نانسي قنقر